منتخب مصر يعني جودته وكفاقته بالتواجد في منتخب مقال الوطني وعمل مباراة كبيرة ومنتخب كله عمل مباراة جيدة تحديدا من شرط التاني في ظل ظروف احنا كلنا عارفنا ومدارب جديد ما بقلوش اسبوعين يعني الدنيا دايقة وصعبة شوي فمش هتبقى الشكل والأداء أحسن حاجة لكن في حاجات كتير جدا مبشرة بخصوص كيروش تحديدا فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في مباراة اليوم وان احنا منتخبنا يقدر ان هو يحقق نتيجة إيجابية مش عايزين نخسر عشان ما نفقدش الصدارة عشان تفضل في راسنا أكبر في التأهل الموقف دلوقتي بقى ايه في المجموعة المنتخب المركز الأول بسبع نقاط بعديه ليبيا في المركز الثاني بست نقاط والمركز الثالث الجابون بعد ما فازت النهاردة المنباراة اللي خلصت من شوية على أنجولا بنتيجة 2-0 فبقى عندها أربع نقاط من تعادل مع منتخب مصر في الجابون وفوز على أنجولا هناك في الجابون وأنجولا بقى عندها 3 نقاط بس بعد ما كذبت الجولة مش اللي هي لعبتها دلوقتي دي لا اللي قابليها كذبت الجابون في أنجولا مصر بإذن الله تعالى لو كذبت النهاردة هتوصل للنقطة العشر فالنقطة العشر من مطشين فالجابون هيكون نقص لها 6 نقاط فهتبقى عايزة أن أنت تخسر مطش وهي تكسبك كمان هنا في مصر فالفرص هتبقى صعبة فالنسبك أنت الأعلى هتترقب بس ليبيا ومطشاتها مع الجابون وأنجولا بإذن الله بإذن الله منتخب مصر لو قدر أنه يوصل لنقطة العشر من نهاردة بفوز يتأهل بنسبة تفوق 99% إن شاء الله للمرحلة النهائية والأهم والأصعب من التصفيات الأفرقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله فبالتالي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأمور ماشية هناك بشكل كويس النهاردة خبر بالنسبة لي استغربته شوية قال لك المنتخب أدى تدريبا تنشيطيا قبل ساعات من لقاء ليبيا التدريب التنشيطي هم كاتبين أنه هو في قاعم لقاعات فهواضح أنه بعض الإحماءات الخفيفة أو بعض الإطالات الستريتشات اللي بتتعمل للعابين لتجهزهم من المبارات اليوم بس أنا أول مرة أسمع على حاجة زي كده بس هما الناس قادر أكيد وفيه مدير فني كبير هو عارف هو بيعمل إيه طبعا وبعدها كان فيه محاضرة من كيروش للعابين نتكلم فيه عن المباراة وركز على بعض النقاط المهمة سواء فيما يتعلق بالفريق أو المنتخب ليبيا أو فيما يتعلق بما ذاتك أنت اللي تحاول تشتغل عليه أنا متخوف بس من أرضية الملعب بصراحة النجيل من الجيل القديم شوي فحيبقى فيه صعوبة بالنسبة لنا كما ستقولي طب ما هي عليها وعليك يعني ممكن ليبيا برضو يواجهوا صعوبة في الموضوع ولكن ما متعودين أكتر يعني على اللعب في ملعبه فالدنيا بالنسبة لهم هتبقى أسهل نسبيا وأصعب عليك أنت هتقدر تتعامل مع الموقف ده إزاي هل هيبقى فيه استراتيجية معينة للعب على النجيل ده ولا لأ هنتركب ونشوف كيروش هيعمل إيه تحديدا في الجزئية دي الكل بيتكلم على التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم خلينا أقول لحضراتكم الأقرب الأقرب حتى الآن لتشكيل المنتخب الوطني في هذه المورة هيبقى الشيناه في حراس المرمى في خط الدفاع وارد جدا يحصل تغييرات أحمد حجازي ونش حاجزين ما كانهم بنسبة كبيرة جدا كاثنين في قلب الدفاع منتخب مصر وحيكون أكرم توفيق أقرب كباكريت البعض يقول لك أحمد فتحي هو الأقرب لا بنسبة كبيرة حيكون أكرم توفيق هو اللي حيكون موجود في مكانه خصوصا بعد المباراة الكبيرة اللي عملها قدام ليبيا في مباراة الجولة الثالثة التعديل اللي ممكن يحصل بنسبة كبيرة في مركز الظاهر الأيصر حيكون أيمن أشرف مكان أحمد فتوح ده الأقرب خصوصا أن أنت أكيد حيكون ميولك دفاعية أكتر في هذه المباراة بسبب العوامل المختلفة أنت بتحاول تحافظ على الصدارة بتحاول أن أنت تتعامل مع عرضية الملعب اللي بالنسبة لك مش جيدة في نص الملعب برضو الأقرب للتواجد حيكون طارق حامد عارفين برضو سماته الدفاعية ولعب مميز وقوي جدا في وسط الملعب بجوار محمد بنني أو عمر الشلية ده أمر حيبان قبل المباراة طيب الرباع الأمامي عبدالله سعيد موجود عبدالله سعيد موجود في الملعب بنسبة كبيرة جدا وحيكون صلاح ومرموش موجودين برضو والكلام على مصطفى محمد أو كوكا الأقرب حتى الآن هو مصطفى محمد ده التشكيل الأقرب لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم أمام ليبيا نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق ويفرحونا النهاردة عشان نوصل للنقطة العاشرة في سباق التأهل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة الكأس العالم قطر 20-22 هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجعني كمه يلا بنا